ملغومش بدي ملغومش بدي لسه عناوي عررحي تفتكي ملغومش بدي أعمليه 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 في الوحدة والت مشهر أعمليه 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 وني أجيب صبر السلام أعمليه 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 موسيقى 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 مشكلهم همومهم كان دايماً وإحنا مشيين في الشارع يرائبهم يشوف إيه اللي بيشغل بالهم عشان يحاول يأكسه في أفلامه الحالة تفرز الكثيرين كعطف الطيب ليه أنا أقول حاجة بسيطة هو يقلم لكل إنسان مفتاح شخصياً ماذا كان مفتاح شخصية عطف الطيب هو كان إنسان مصري خالص هو كإنسان إنسان عظيم كتن أخلاقه عالية كتن مخلص لكل شيء في حياته كان دقيق جداً وحريص على إنه يوفر الخلفية المزبوطة للفيلم عطف الطيب كان بيخش الفيلم في دماغه كله مرسوم كدر كدر شريان هتبص فوق لبعضه هتبص تحت هتمشي هتوقع وتحتوقع ما فيش حاجة في الدنيا ممكن تخلي عطف الطيب يغير اللي في دماغه جوه البلاتو على فكرة كل أفلام عطف صعبة بالسهلة أخلي بالكو يعني عطف كان دايماً يروح للموت برجلية عطف لم يموت هو عطف انتقل لأن عطف سايب أفلام تخليه فعلاً موجود ومخلط طول العمر يعني كان بيحب إن السينما كلها تنجح وإن أي نجاح لفيلم كان هيبقى لي وللسينما المصرية وللفن المصري والعربي كله الأستاذ عاطف طبعاً أنا بقول الأستاذ عاطف وهو زميلي وصديقي لأنه كان أستاذ فعلاً ويستحق هذا اللقب عن جداره كان بيقول لي الحمد لله بعد العملية هقدر أعمل مجود زي ما نعاوز وهقدر أشتغل أكتر من كده وهقدر أقف على رجلي أكتر فكنا فرحانين إنه هو هيعملها علشان هيبقى أحسن لكن عمرنا ما فكرنا لحظة واحدة إنها ممكن تكون نهاية لحياته موسيقى موسيقى أنا بذكر هنا جملة قالها الأستاذ نجيب محفوظ في رسالته إلى اجتماع جاهزة نوبل قالهم إن أنا ابن الحضارتين الفرعونية والإسلامية هكذا كان عاطف الطيب وأنا هستشهد عليه كده بشوية حاجاته ابتداءً هو جاي منين وصوله منين عاطف وصوله من الصعيد 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 المصري خالص المصري مصري وبعدين كان في جملة في فيلم الزمار بتقال على لسان نور الشريف بيقول إحنا عايشين هنا في وادي الوادي ديق لأن هناك النيل ماشي الوادي اللي حوليه لا يزيد عرضه عن كيلو في الناحية الشرقية والغربية ثم الجبل هاجم على البلاد وعلى الناس فبقولي الأرض هنا ديقة ومدهقة خلج الناس يعني أرواحهم بسبب ضيق هذه المساحة من الأرض وضيق هذا الهوى مفيش والنيل ماشي إنما الأرض صنعها ديقة جداً فعاطف الطيب جاي من وصوله وجذور مصرية مصرية الفيلم بتعمله في الأداب لما تعثر إنتاجياً وهو واحد حامد معرفوش يدبروله إنتاج حقيقي قرروا أن تجوه من نفسهم ودي كانت تجربة ممكن لوحيدة لعاطف الإنتاج وأعتقد أنها كانت أول تجربة كمان لوحيد حامد فكان على عجل لابد أنهم نشؤوا شركة علشان القانون والحاجات دي فوحيد حامد سمت شركة أفلام وحيد حامد وخلص عاطف الطيب سمى فيلم أبي دوس أبي دوس ده معبد في البلد اللي هو جاي منها من الصيد وأبي دوس ده معبد فرعوني قديم فهو هذه الجذول الفرعونية اللي اختار بسببها هذا الاسم ليطلقه على الشركة الوهمية يعني مش شركة ولا حاجة إنما هو كان لإنتاج هذا الفيلم وكله بالسلف وبتاع ثم حين نزحوا إلى القاهرة أين سكن في بلاء الدكرور وبلاء الدكرور من أكثر الأحياء شعبياتاً في القاهرة وكثافة السكان فيه من أكثر كثافات السكان في العالم فهو جاي من ديء الأرض اللي في الصيد إلى ديء يعني بولاد إحنا عندنا عدة حياة في القاهرة المطلوب من الحكومة أن تعيد النظر فعلاً في كيفية عادة توزيع المواطنين لتكون الحياة أكثر راحة وأكثر سهولة عاطف استشعر كل ما يحسه المواطن المصري العادي خالص ورغم هذا لم ينتابوا للحظة الديء من الحياة ولا الانفعال ضد الآخرين ولا الحزن من أن نحظه قليل ولا حاجة من دي بالعكس كان مليان تفاؤل مليان إيمان بهذا الشعب وبمستقبل هذه الأمة كان فنان حقيقي كان فنان حقيقي يعني مش مجرد مفكر ومش مجرد مهموم بهم اجتماعي لا هو أيضاً بالإضافة ده هو كذلك قادر على أن يحاول في تجسيد هذه الأفكار بشكل مبتكر وهذا هو ما يميز أي فنان حقيقي في العالم أولاً كمتفرجة مش كفنانة أنا من أشد المعجبات بأفلام عاطف الطيب في بره شريهان الفنانة أو الممثلة يعني مكتبتي قليل جداً الأفلام اللي أنا بحتفظ بيها ليا لشخصي مش بس أنا كفنانة بشوف جميع النوعيات سواء كان فيلم جيد متوسط رديق مؤولات جوائز فيلم عالمي فيلم أمريكي فيلم مصري أنا بطلع على جميع النوعيات لكن عاطف الطيب بالذات من كل مخرجين جيلوا أنا من أشد المعجبات بي بتديت أحس أن أنا بشتغل مع مخرج كبير برغم أن أول مرة وأنا اشتغلت مع قبل كده مع مخرجين يعني في مستوى عاطف محمد خان أشرف فاهمي علي عبدالخالق أستاذ هنري براكات يعني أشتغلت المخرجين قبل ما أشتغل مع عاطف دول أشتغلت معهم بعد تعت أربعة أيام بدأت أحس أن أنا لأ مع مخرج عارف بيعمل إيه مش مخرج جديد يعني هي كلنا درسنا لكن فاهم قوي قوي لغة سينمائية فاهم قوي يعني إمت بيقطع الكدر؟ إمت الممثل بيقدي إزاي؟ الحركة الكاميرا إيه معناها؟ ودي إحنا بسميها إن المخرج بفاهم لغة سينما عاطف من أول فيلم أنا حسيت بالرقية الشديد جداً في تعامله باللغة السينمائية كما عورد سواقل وتبيسر عمل زوبعة غريبة ما كانش حد متوقعها لدرجة إنه كثير قوي من الناس السينمائيين وأذكر منهم الله يرحموا بهجة أمر أول ما شفنا قال أنتوا عملتوا الفيلم ده إزاي؟ وإمتى؟ يعني الفيلم ده تعمل إزاي؟ يعني ابن إيه؟ يعني ابن مين ده؟ كان أجمل تعبير سمعتوا من واحدة ما هيش سينماية متخصصة إنسانة عادية يعني قالت أنا كنت بحس إنه أنا ببص من خرم الباب على ناس حقيقيين أكبر تأثير حصل لنا من أثناء الفيلم ده وإحنا بنعرضه والفيلم ده لف كل دول العالم ودخل كل مهرجانات العالم بدءا من الصين وانتهاءا بالمغرب ومرورا طبعا بأوروبا كلها يعني فيلم غريب يعني وفي معظم الحاجات كان بياخد جواز كان بيحصل الجواز والاستحسان يعني ولكن أكثر تأثير حصل في الهند كان شيء صعب بالنسبة لنا يعني هو إن إحنا بنعرض الفيلم طبعا خد استحسان ناس من بتوعها جهزة تحكيم ومن السينمائيين لكن أكثر تأثير لما عرضناه في السفارة المصرية في الهند وفي نهاية الفيلم واحدة مصر صوتت وأغمى عليها فبقنا بنجري نشيلها عشان نحط لها لأنه يفوقوها وكده هوت ولما صاحية قالت أنا شفت أبويا في عمد الحمد هو والمنتج المرحوم عبد العظيم الزهوبي وكانوا جايبين رواية نجيب محفوظ أو قصة نجيب محفوظ الحب فوق هذا بتلهارة وعملنا الفيلم وأفتكر جاي واحد من مسؤول من مهرجان كان واختاروا أنه يمس المصر في مسابقة الكنزان دي المسابقة التانية بعد المسابقة الرئيسية ولا يمكن كان أول فيلم يعرض لمصر في مسابقة الكنزان في مهرجان كان بفكرة مهمة جدا أن السينما في مجتمع زي مجتمعنا يتمتع بنسبة أمية للأسف كبيرة جدا مش ممكن تكون وسيل الترفيه بس مش ممكن تكون أرجوزاته بس إنما لها وظيفة اجتماعية بل وظيفة تحريضية للعقل نفسه عشان يفكر فده كان الاتباط تعطف المباشر بالأمر إنه رغم أن الجامل السينما ممتعة جدا شكلا متقدمة جدا فإنما إنما هي قضية اجتماعية من الدرجة الأولى من أجل البحث في المشاكل اللي منتابة المجتمع المصري في هذا العصر عشان كده كان بتشغله دايما حياة الناس البسطاء مشاكلهم همومهم كان دايما وإحنا مشيين في الشارع يرائبهم يشوف إيه اللي بيشغل بالهم عشان يحاول يعكسه في أفلامه أحيانا لما كنا نبقى مشيين ويشوف عسكري المرور كان يوقف ويسلم عليه ويهزر معاه كنت أقوله إيه يا عطف بتهزر معاه أنت إذا أتعرفوا يقولي الناس دي ناس بسيطة جدا واقف طول النهار في الحر ولا في البرد مفيش حد بيكلمه مفيش حد بيحييه ليه ما نعودش نتكلم معاهم ليه ما نحسسهمش إن إحنا حسين قد إيه إحنا حسين هما بيتعبوا علشان كان طول الوقت عاطف بيرائب الناس في الشارع الناس البسيطة في يوم كنا قدام السينما وشاف زوج وزوجة وأولاد داخلين السينما وزوجة عايزة تشتري كوكاكولة وزوجها على وشك إن هو يتخانق لأنها عايزة تشتري حاجة ساعة فرأيجهم وهو حزين جدا لأن الناس ما عندهاش إن هي تشتري أو تستمتع بحياتها ده كان بيشغلوا جدا وكان بيخزنوا علشان يعكسوا في أفلامهم لأن هي دي الناس اللي عاطف كان بيهتم بيها العمال عادةً بيشتغلوا بالأسبوع ففجئة عاطف جاي بيسألني قال لي أنا عاوز أدل كل العمال نص أجر الزيادة قال لي عاطف أنت مزنوق مادياً أنا عارف لأن إحنا في ليلة من الليالي نزلنا للقاهرة كنا نصار في اسكندرية عشان هو يستلب فلوسه عشان يكمل إقامتنا في اسكندرية قال لي لا دول مرهمش زنب أنا أقول له ما نحن هنشغل أربع أسبوع فهما نحنشغلنا ثلاثة ونصف فهم نحقهم ياخدوا نص أسبوع وفعلاً أدى جميع العمال في الفيلم لهم عمال الإضاءة والكاميرا والأكسسوار والحاجات دي كلها أدىهم فعلاً نص أسبوع بدون ما يعملوا يعني أنا بديكم إحساس بس أعاطف من بدايته قديه أنا هو بيحس بالناس اللي حواليه يعني لما يوعد بينفز عنده طباعة جميلة جداً مخلص في شغله لدرجة التفاني ممكن ينسى نفسه وينسى صحته أنا أخيراً عرفت إنه كان الأستاذ عاطف تعبان وعنده القلب لكن ما كانش بيبان أبداً وقت ما إحنا كنا بنصور من كتر ما هو مهتم بشغله وناسي نفسه وبنشتغل بدل يعني أي فيلم بننزل نصوره بنبقى عارفين بعد 8 ساعات هنخلص لكن مع الأستاذ عاطف ممكن نشتغل 15 ساعة ممكن نشتغل 18 ساعة ويمكن كان حاسس إنه هو تعبان لكن ما كانش بيبين لنا لأنه هو كان قائد العمل فلو حسينا إنه هو تعبان أو حس بقى إنه خلاص كلنا حنبقى نحس إنه إحنا تعبانين فكان دايماً يدينا شحنة إنه لازم نشتغل ولازم نخلص الشغل كان مخلص جداً لأي عمل يشتغل فيه أول من خلاني أهتم بالعينين في التمثيل وقال إن أنا عينية معبرة جداً والعينين أهم حاجة في الممثل واعتقد إن أنا من البدرون كان بداية يعني في أدائي بشكل جديد ابتديت أتعلم منه حاجات ابتديت أكتسب منه حاجات ابتديت أحب التمثيل أكتر وأكتر وأفهمه أكتر وأكتر والبدرون في دوري في البدرون يعتبر من أهم أدواري وكانت بداية الصداقة اللي بيني وبين الأستاذ عاتف الطيب الله يرحمه كان بيعمل بدأب شديد وبإخلاص شديد وبحب شديد لمهنته كان بعض الناس بيعيب عليه إنه هو بيبزي المجود كبير وده أثر عليه صحياً أنا أعتقد العكس ده هو الطبيعي جداً بالنسبة للعاطف إنه كان بيعتقد إنه ده الأسلوب الأمثل لإنه ينجز في ظل الظروف اللي بتعيشها السينما المصرية في الوقت الراهن وأعتقد إنه لو ما كانش منظم وكان دقوب ما كانش أنجز هذا العدد المتميز من الأفلام إنه ليس في قضية شكلها فقط لغير إنه قضية موضوعية زي ما بيطوروا في شكل فيلم المصري قصة وتناولاً وعلاجاً وحركة وضوءاً وكله علشان يقترب العالمية إنه هم بيطوروا مضموناً وده أهم دي مسألة شديدة الأهمية إنه عاطف كان بيها أبحث داخل الموضوع نفسه هذه كانت نقطة عبقريته الحقيقية يعني إحنا فقدنا بفقده للأسف شكل مطور جداً ليس مسؤولية وقعية لا لا عاطف طيب كان أكثر تطوراً من فكرة يعني مجرد الواقعية لأنه لما قاله كمال سليم فيلم العزيمة وبتاعه لمجرد المصور حارة مبنية جوه الستوديو مع احترام الشديد طبعاً فيلم العزيمة ولو سيد كمال سليم إنه ما لقى عاطف طور المسألة بشكل حقيقي يعني كان في ذهنه فكرة وكان يسعى وراءها وكان دقوباً أنا أقول لحضرتك حاجة في اليوم قبل الأخير يمكن قبل العملية بيوم بكلمه في تليفون فبيكلمني هو متفائل دائم ليس في ذهنه شيء في مستشفى في عملية إنما إن شاء الله الحياة مستمرة فبيكلمنا على الفيلم جديد كان بيحضره ليه السيدة شريهان وترو الموضوع ده عمله قبل كده عمر عبد العزيز ورائب منه بتاع المجنونة دي وستشفى العملية ست اللي عايزة تطلق واحد من راجل قال لي احنا ندخل في التخلف بقى والتفكير اللي ده ده احنا عارفين إنه هم كان فكرة وتروح تقولي 36 فكرة و24 فكرة التناول لو تسمعه وهو متحمس ألي حقولك حاجاتي أنا عمشيه مش هدين حرهم لك أنا مش عافهم ما هي بقى قال لي هخليك تحس يعني إزاي السينما بتتعمل مهما كان الموضوع ده متناول مئة مرة بعد العملية على طول بيومين كده تعال بس أقولك أنا مش هدين هذا المواطن كل هذه الحيوية ونحن استودعنا في رحمة الرب إنما الحقيقة عاطف مش مجرد خسارة لا هو فقد فقد كبير جدا لأنه لم يكن مجرد مخرجا جيدا لأنه كان قيمة إنسانية واجتماعية وثقافية كبيرة أو الحقيقة في حاجة من عند ربنا في عاطف الطيب إنسان يا رب سامحني مش من البشر ماشي على الأرض بيقوله ممكن إيه بنموت لكن أنا كنت كنت شايفة أنه عاطف الطيب مش من الدنيا هو أحزم كتير من اللي إحنا فيها عادت معا ما قدرتش أسأله وما قدرتش أتكلم بدأ يقرأ الفيلم جابرة الخواطر بدأ يرسمني الشخصية عادت إن أبتدي أسأل مين مونتر؟ مين مدير تصوير؟ مين أبطل؟ ما بقيتش عم لا بسألش ما بتكلمش عم لا بعمله كده بس بدأ يقرأ الفيلم ما كنتش فاهمة حاجة من الفيلم هو بس اللي فاهم كان فيه جملة في الفيلم بتقول أشرف عبد الباقي بيقول لي عرفتي حكاية النورس اللي فدل يتير 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 وفرد جناحه وطلع في السماء البنت في مستشفى أمراض العقل هيا فبتقوله وبعدين وصل لإيه؟ بيقول لها أهو دا اللي محدش لسا عارفه الجملة دي بتتكرر مرتين في الفيلم فأنا قلت له أنا مش فاهمة الجملة دي يعني إيه؟ عاطف الطيب هو بيقرأ الفيلم؟ قال لي بس أنا فاهمه كما ولو كان عاطف الطيب بس هو اللي عارف النورس دا وصل إيه؟ كان فيه طموح أن نصل إلى ما يمكن أن يسمى روح هذا الشعب أو هذا المجتمع أنه مفيش حاجة بلا روح أنه الفن بيتعامل مع روح الأشياء لا يتعامل مع الأشياء ذاتها لكنه يتعامل مع روح هذه الأشياء مع عاطف كنا فعلا في سبيل الوصول إلى ده من خلال العديد من المشروعات التي كانت متروحة طرحناها منذ البدء قربنا منها في سواء الأوتوبيس عندما نتحدث عن الورشة الورشة في سواء الأوتوبيس ليست مجرد ورشة ليست مجرد مكينات الأوتوبيس في سواء الأوتوبيس ليست مجرد أوتوبيس الأب في سواء الأوتوبيس ليست مجرد أب هذا الهامش الشعري للواقع هذه الروح المحاولة للإمساك بروح المكان والإنسان والمجتمع والشعب هذا هو أصعب ما يمكن أن يتصدى له فنان في التاريخ عاطف كان من نوع التكنيكي أن لا تنازل على أي شيء هو عاوزه يعني أنا هصور في المكان ده بلازم هصور في المكان ده أنا هشتغل هعمل هقطع كذا 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 فلازم نقطع كذا 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 ما فيش تنازل فيه اسلوف في السينما يقولك إيه أنا كم صور أقول له عاطف الزوايا بتاعت إيه اديلي الزوايا دي كلها الأول بعدين أقلب إضاءتي فاديلي الزوايا التانية عاطف ما كانش بيشتغل كده عاطف كان بيحب يشتغل بتسلسل الإنفعال بتاع الممثل وبالتالي ده بياخد وقت أكتر ولكن بيبقى صادق أكتر على الشاشة للممثل للإضاءة ده بياخد وقت ده بقول وقت وفلوس فكنا عشان كذا بنشتغل ساعات كتيرة عشان هو بيحب يعيش مود الممثل وتسلسله الطبيعي بيحب مصر دايما بيفكر في مصر كل فيلم كان بيعمله كان لازم فيه مشكلة تتعالج كان لازم يتكلم عن قضية إزاي يجهز الممثل إزاي الممثل يشحنوا ويجهزوا إن يقدر يعمل مشهد إزاي يطلع اللي جواها بدأ يدخلني في الشخصية بدأ يرسمها لجواها برضو خايفة من الفيلم ومش فاهمها ومش عارفة حمثله إزاي وخصوصا إن الدنيا كلها بتقول إن شريهان عملت الدور ده قبل كده مع عاد الإمام دور المجنونة في خلي بالك من حقلك كان تحدي كبير قوي من عاطف الطيب إن يجيب شريهان شخصيا تاني في دور المجنونة مش ممثلة تانية ممكن تبقى أبرع من شريهان أو ممكن تضيف للدور إيه لأن دخلنا؟ أول يوم تصوير في أول يوم تصوير حظي عاطف الطيب كان ناس كتير قوي مالية دماغه إن شريهان مش ملتزمة شريهان دي واحدة ست مدللة بتشتغل بفلوسها ست ما بتجيش في المواعدها فده كل جوان لكن هو ما عندوش مشكلة هو شايف فيها جزئية معينة عايزها في الفيلم ده حظي إنه أول يوم في التصوير عناية ورمت وأنا كاميرا الساعة 9 الصبح منزلتش التصوير فبقى الكلام اللي تقلعت في الطيب مظبوط إنه شريهان مش ملتزمة طبعاً اتعصب واتدايق وقال إنه حيغير شريهان أول يوم التصوير بالصدفة أنا كنت رايحة للدكتوري عشان أشوف عيني فعديت على معادة على التصوير لأنا يا دي دم عملة بتنزل دموع وورمة جداً إنسانية عاطف الطيب وصدقه اللي جوه نفسه قال لي أنا بعتذر عشان أنا مكنتش مصدقك عاطف لما يكون عنده في حياته سوى السينما هذا الشيء المجنون لإسمه الكاميرا وهو وراها بكل أعصابه وبكل كيان وعقله فلم يكن وراها غير شغله كان بيجهد نفسه وبيجهد اللي حواليه بسوى حباً وعشقاً وكان مدرك إن السينما في أزمة وأزمة الأزمة أساسها اقتصادي وأساسها عدم قدرة على تسويق الفيلم المصري قوي فهو كان بيشتغل كتير ليه فعزمة بنتكلم إحنا سنة الفاتحة عن الأزمة اللي وصلت الـ 14 فيلم في السنة عاطف كان عمل فيلم وخلص التاني وكان داخل التالت يوم السابت اللي بعد رحيل مباشرة يعني أجلوا عشان نعملها رغم أنهم بقولوا للسينما في أزمة لأن عاطف كان فعلاً حريص طالما أن الأمر أمر مالي والمسألة رأس المال بيتحركت زيادة في السينما إنه يخلص المنتج في أقل عدد ممكن دون التنازل الفني وده مهم جداً فده اللي كان بخليه الشغل كتير هذه المسألة إنه لم يكن وراها شيء آخر غير السينما نعمل اتنين إنه كان حريص على القيمة الاقتصادية ودورة رأس المال في عالم السينما مهما اتكلمت على العاطف الطيب فنياً مش حـ يعني أعتقد أن الناس والوطن العربي كله مش مصر بس عارفين قيمة عاطف الطيب فنياً ويمكن ربنا قرمه وده له نتيجة مجهوده ونتيجة فنه الحقيقي وتعبه ربنا اده له نجاح وده له جوائز وده له حب من الناس عاطف كان إنسان وافي جداً ومخلص جداً لأصحابه كان بيحب الناس جداً كان يحب يشتغل في جوه كله حب معظم الناس اللي اشتغلوا معاه كانوا أصدقائه كان لازم يكون الأول فيه حب وصداقة قبل ما يكون فيه عمل بيربط بينه وبين الحواليه لازم يبقى جوه العمل كله جوه حب وخصوصاً الناس اللي ابتدوا معاه رحلته للنجاح والشهرة اعتقد إن أنتم مش هتتعرف دلوقتي لكن هتعرف أكثر وأكثر أكثر في الأجيال الجاية عزقنا إنه لي عشرين ولد ممكن نطلعهم ونشوفهم ونشوف فيهم في أي وقت مهما وصفتلك من قلم ما ينفعش ما فيش كلام ما فيش كلام يوصف النزيف اللي نزفه قلبي على آخر البشر بالنسبة لشريهان على آخر الناس اللي هي في الدنيا عاطف الطيب فقدان عاطف بالنسبة لي الشيء أنا ما عادش عندي عمل فعلا أرجو يعني من الله إن يكون قدوة لأجيال كتيرة جداً تشوف قدوة في شغل عاطف وإخلاصه لشغله وإخلاصه لفنه لأنه ما كانش عنده غيره كان بيفكر في مشاريع كتيرة قوي ما كانش متصور أو ما فكرش أبداً في الموت عاطف الطيب حيفضل معنا بأعماله وحنفضل فاكرينه ومش حننساه إنسانياً إحنا خسرنا إنسان كان نادر جداً مش بس في السينما يمكن السينما يمكن يطلع مخرجيين يطلع أن يقنس أفلامه عايشة وموجودة لكن إنسانياً لا عاطف الطيب مش هيتعود إنسانياً الله يرحمه ويصبر أهله ويصبر أصحابه مهما كلمت مش هعرف أقول حاجة تظل أفلام عاطف الطيب كتاب صادق ناطق موجود بوشعة حرارة لمستقبل الأهم كلها زي ما عاطف حب الناس وحب يقدم لهم فن جميل وراقي وصادق يمس قلوبهم الناس كمان حبته وشاركوني في حزني على عاطف وخلوني أحس إن عاطف ما ماتش إنه هنفضل دايماً بينا بفنه وبخلاقه عطبة للسنوعة العالي دايماة العيق في حجentin مهم كثيرة دايماعي عالرحي تفتكر ملوش فدير اعملي اعملي في الوحدة وانت مش هلا اعملي 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة